اشتركوا في القناة في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي هو ذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَأَحَرَّمَ الْرِبَى لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه نبدأ المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة إبراهيم عليه السلام وكنا في المجلس الماضي قد تكلمنا عن قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومي ذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم وذكرنا الفرق أو سر ذكر الواوي في سورة إبراهيم وعدم ذكرها في سورة البقرة ويذبحون هي تفسير لقوله يقتلون لأن القتل يا أخواني يكون لا يكون بالقتل وغيره ولا لا فهذا تفسير يذبحون تفسير للقتل أي أن القتل المذكور هناك هو هو الذبح وهذا من تفسير القرآن بالقرآن وهذا من تفسير القرآن بالقرآن أن القتل هو ذبح وليس قتلا بشيء مثل قتل بسم أو قتل بشيء آخر أو بسيف أو غير ذلك أو بطعنة وإنما المراد به أن القتل لبني إسرائيل كان ذبحا وهو أشد أنواع القتل في البقرة يذبحون جيد خلاص إذن في الأعراف يقتلون وهذا تفسير نعم لا شك أن العذاب سوء بل ليس بالعذاب وصف العذاب بالسوء فهو عذاب وزيادة سوء العذاب نعم هذا لماذا ذكرت الواو يعني الواو هنا عاطفة فمعناه أن هناك ومن العمى قال هذا إيش من باب عطف الخاص على العام أن من سوء العذاب التذبيح والتقطيل ثم قال الله عز وجل وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها فالبلاء هنا بمعنى النعمة فالبلاء هنا بمعنى النعمة على هذا القول وهناك قول آخر أن البلاء بمعنى الاختبار أي وفي ذلك اختبار عظيم لكم أيهما أصح يا أخواني اختلاف تنوع اختلاف تنوع فلا مانع من كلا القولين ويدل على أن الابتلاء يأتي بهذا وهذا قول الله عز وجل وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ثم قال الله سبحانه وتعالى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ تَأَذَّنْ يعني آذَنَ وأَعْلَمْ هذا هو القول الأول والقول الثاني بمعنى أقسم أي وإذ أقسم ربكم كما قال في آية أخرى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إلى يوم القيامة من يسومهم سؤال عذاب إلى آخره إذن وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ إِمَّا بِمَعْنَى آذَنَ وَإِذْ تَأَذَنَ وَأَعْلَمَ بِوَعْدِهِ لَكُمْ أو بمعنى أَقْسَمَ رَبُّكُمْ أَقْسَمَ عَلَمَاذَا وَأَعْلَمَ بِمَاذَا لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ أي لَإِنْ شَكَرْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مِنْهَا وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ نِعْمَتِي وَجَحَكْتُمُوهَا إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ما قال وَلَإِنْ كَفَرْتُمْ لَأُنْقِصَنَّكُمْ وَإِنَّمَا قَال إن عذابي لشديد ليشمل يا أخواني النقصان المادي والجزاء الأخروي ليشمل إيش الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم والكفر هنا يا أخواني هو كفر النعمة لا كفر الجحود إن عذابي لشديد وقد جاء في الحديث إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ثم قال الله سبحانه وتعالى والآيات يا أخواني متناسب السياق متناسب وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا بمعنى أن دعوة الله سبحانه وتعالى من أجل أن تشكروا نعمه سبحانه وتعالى ليس معنى ذلك فقره لأعمالكم وشكركم كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد مثلها قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أي غني عن شكر عباده وهو الحميد المحمود وإن كفره من كفره كما قال تعالى في آية أخرى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم وقال سبحانه وتعالى كذلك في آية أخرى فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد فهذه الآيات كل تقرر قضية واحدة وهو أن من شكر فإنما شكره يعود لنفسه ومن كفر فإن الله سبحانه وتعالى غني حميد وقد جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل أنه قال يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا دخل البحر لا شيء لا شيء فسبحانه وتعالى الغني الحميد ثم قال الله سبحانه وتعالى ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شكٍ مما تدعوننا إليه مريب بعدما قص الله عز وجل قصة موسى عليه السلام ذكر قصص أنبياء أخر فقال ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود عاد من نبيهم هود عليه السلام وثمود من نبيهم صالح عليه السلام من الأمم المكذبة للرسل ثم قال الله عز وجل والذين من بعدهم من بعد من ها من بعد عاد وثمود كثير أقوام كثيرة جدا لا يعلمهم ولا يحصي عددهم إلا الله قال عبد الله بن مسعود عند قول الله عز وجل لا يعلمهم إلا الله كذب النسابون وقال عروه بن الزبير ما وجدنا أحدا يعرف ما بعد معد بن عدنان الذين يذكرون يا أخواني نسبا إلى نوح كذب لأن الله عز وجل يقول لا يعلمهم إلا الله والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأمم التي لا يعلمها إلا الله كما قال الله في آية منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص ومنهم من لم نقصص عليك هناك أمم ذكرت قصصهم في القرآن وهناك أمم كثيرة أرسلت إليهم رسل وأنبياء وأهلكوا لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات بالأدلة الواضحة القاطعة الحاكمة بإفراد العبادة لله سبحانه وتعالى وترك عبادة ما سواه لكن كان ردهم فردوا أيديهم في أفواههم ما معنى ردوا أيديهم في أفواههم؟ اختلف المفسرون فيها على أقوال القول الأول أشاروا إلى أفواه الرسل يأمرونهم بالسكوت عنهم يعني أشاروا إلى الرسل اللي الداعين لهم يقولون لهم إيش؟ أسكتوا كما تقول لإنسان إذا تكلم تقول له إيش؟ أسكت ولا لا؟ ردوا أيديهم في أفواههم يعني لا تتكلم أسكت يقولون للرسول لا تتكلم لن نستجيب لك لا تتعب نفسك هذا المعنى الأول في قول الله عز وجل فردوا أيديهم في أفواههم القول الثاني في تفسير هذه الآية وضعوا أيديهم على أفواههم تكذيبا لهم أي فعلوا هذا استهزاء أي أن هؤلاء الأقوام كما تقول إنسان مثلا تكذب نتكلم إنسان تقول له إيش؟ هذا ليس بصحيح تشير إلى أن ما يتكلم به كذب يعني تكذبه تعطي إشارة على أن بيدك لجهة ثم أن ما يقوله كذب واضح الآن الفرق بين القول الأول وقول الثاني؟ القول الثاء الأول أنهم إيش؟ أشاروا إلى الأنبياء بالسكوت الأمر الثاني أنهم أشاروا إلى أن الأنبياء كذب أشاروا إلى أن الأنبياء كذب أن أي ما تقولونه كذب القول الثالث قول مجاهد ومحمد بن كعب وقتاده أنهم كذبوه وردوا عليهم قولهم بأفواههم والفرق بين هذا وبين الذي قبل أن الأول إشارات وهذا إيش؟ تكلموا يقول ابن كثير رحمه الله يؤيد قول مجاهد هذا أنهم كذبوهم تمام الكلام سياق الآية ما بعده وهو فردوا أيديهم في أفواههم ثم أكمل الآية وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ فكأن هذا تفسيرٌ لمعنى رد أيديهم في أفواههم القول الرابع في معنى هذه الآية قول ابن عباس أنهم لما سمعوا كتاب الله عجيبوا وردوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم وقالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وهو بمعنى قول مجاهد رحمه الله أي لا نصدِّقكم فيما جئتم به فإن عندنا شكًّا قويًّا أيها الرائع أي قول من هذه الأقوال الأربعة هو القول المراد في الآية ما القول الراجح لا تعارض بين هذه الأقوال أحسنتم وهذا من قبيل اختلاف التنوع وقد قررنا في مقدم التفسير ابن تيمية رحمه الله أن غالب تفسير السلف هو من قبيل اختلاف التنوع لا من قبيل اختلاف التضاد ولا معنى أن هناك من الأقوام من قالوا للرسل إيش أسكتوا فإنا مكذِّبون لكم ومنهم من أشاروا إلى أن الرسل كذبه ومنهم من رد عليهم بالقول هل هناك تعارض أيها الأخوة؟ ليس هناك تعارض والحمد لله قال القرطبي رحمه الله تعليقاً على هذه الأقوال وهذه الأقوال متقاربة المعنى وهذه الأقوال متقاربة المعنى إذن قالوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا رَسُلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيْبٌ هذا الشك يا أخواني ليس حقيقي وإنما هو شك مصطنع وإلا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلياً فهذا الشك ليس حقيقي هم موقنون بأن الأنبياء على حق لكن الله ما أراد لهم لهم ما جواب الرسل على قولهم؟ قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين أفي الله شك أي أفي وجود الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبودية وإفراده بالعبادة فإن الفطر شاهدة بوجوده بل مجبولة على الإقرار به لكن لنتنزل أنكم في شك فمن فطر السماوات والأرض؟ من؟ الله تبارك وتعالى وما معنى فاطر السماوات والأرض؟ أي بدأهما من غير مثال سابق يقول ابن عباس رضي الله عنه لم أعلم معنى كلمة فاطر حتى تخاصم أعرابيان في بئر فقال أحدهما أنا فطرتها يعني إيش؟ أنا الذي حفرتها أنا أول من إيش؟ من حفرها أنا ابتدأتها ففاطر السماوات والأرض أي هو الذي بدأهما من غير مثال سابق فمن فطر السماوات والأرض؟ هل يشك في وجوده وفي استحقاقه للعبودية؟ وهل يشك في قدرته وفي طاعته؟ ثم قالت لهم رسلهم ندعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم يدعوكم الله عز وجل على لسان رسله لا ليتكثر بكم ولكن ليغفر لكم من ذنوبكم في الدار الآخرة ويؤخركم إلى أجل مسمى أي في الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله طيب أولاً قالوا أنتم نحن في شك مما تدعونا إليه لما أثبتوا لهم أن هذا الشك غير وارد لأن الله هو فاطر السماوات والأرض اعتذروا باعتذار آخر وهو إن أنتم إلا بشر مثلنا كيف نتبعكم وأنتم بشر مثلنا لماذا لا يأتي يرسل الله عز وجل خلق آخر مختلف عننا تماماً ولو أرسل الله لهم خلقاً آخر لقالوا أنتم خلق آخر لم تجبلوا على ما جبلنا إليه فإنكم تستطيعون تتكيفون نحن بشر لا نستطيع إذن الذي يريد يا أخواني أن يحاج كما يقال في المثال عنز ولو طارت يعني هو سيحاج سيحاج قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فلما أخبروهم أنه لا يمكن أن يرسل لهم إلا بشر مثلهم يتحملون التكاليف كما تتحملون وتكون الرسل دعاة قالوا إذن فأتونا بسلطان مبين نين يتنزل هل أنتم بشر أعطونا دليل وبرهان سلطان مبين يعني معجزة خارقة نقترحها عليكم فتفعلونها إن كنتم مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى والأقوام الكافرة تتشابه في ردها للرسل قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم صحيح أننا مثلكم في البشرية لكن الله يمن على من يشاء من عباده الله فضلنا عليكم بأن جعلنا أنبياءه ورسله ودليل بشريتنا أننا لا يمكن أن نأتيكم بسلطان أو معجزة إلا بإذن الله لا يمكن أن نأتيكم بسلطان على وفق ما تسألون إلا بإذن الله فنسأل الله هذه الشيء إن أذن أعطانا وإن لم يأذن منعنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي في جميع أمورهم ثم قالوا وما لنا أن لا نتوكل على الله أي وما يمنعنا من التوكل عليه وقد هدانا سبولنا أي هدانا لأقوم الطرق وأوضحها ولنصبرن على ما آذيتمونا من الكلام السيء والأفعال السخيفة وعلى الله فليتوكل المتوكلون والإيمان والتوكل عبادة قلبية من علامات الإيمان بالله تبارك وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لرسلهم عندما انتهت هذه المحاجة وأسقط في يد هؤلاء الآن بدأ ماذا؟ بدأ الترهيب وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا لنخرجنكم لنخرجنكم اللام لا منقسم أقسموا بأنهم سيخرجونهم من بلادهم يهجرونهم كما قال قوم شعيب له لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا وقوم لوط قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم بل إن محمد صلى الله عليه وسلم تعرَّذ لذلك فقال الله تبارك وتعالى إخبار عن مشرك قريش وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا وقال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خير الماكرين فسبيل هؤلاء الطغاة عندما أسقط في أيديهم ورأوا أنهم لا قدرة لهم على محاجة الأنبياء ومقارعة الدليل بالدليل إلا الإرهاب وإخراجهم من أرضهم فقالوا وأقسموا لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا أو هنا قيل إنها على بابها للتخير أي إما أن نخرجكم أو تعودوا إلى ملتنا إن أردتم عدم الخروج فعودوا إلى ملتنا القول الثاني أو إلا أن تعودوا قاله الطبري إلا أن تعودوا إلى ملتنا والقول الثالث حتى تعودوا في ملتنا أي سنخرجكم حتى تعودوا في ملتنا وضعف هذا إلا أن تعودوا في ملتنا فهي إما أن أو على بابها للتخير أو بمعنى إلا أن تعودوا في ملتنا وقول إلا أن تعودوا في ملتنا هو قول الطبري رحمه الله فأوحى هنا عندما ضاقت السبل أوحى الله عز وجل إلى الرسل إلى رسله بعدما أدَّوا الرسالة لا يتخلَّف كما قال في آية أخرى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جُندنا لهم الغالبون وقال في آية أخرى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال في موضعٍ آخر ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يريثها عبادي الصالحون وقال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وقد أظهر الله عز وجل رسوله محمدًا صلى الله عليه وسلم وجعل له بسبب خروجه من مكة أنصارًا وأعوانًا وجُندًا يقاتلون في سبيل الله ولم يزل محمدًا صلى الله عليه وسلم يترقَّ حتى عاد إلى مكة فاتحًا في إيش؟ في بضع سنوات عم كم فتح مكة من الهجرة؟ سنة ثمان للهجرة يعني ثمان سنوات في عمر الدعوات ليست بشيء ثمان سنوات يا أخواني في عمر الدعوات قليلة جدًا وحقَّق الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فالله عز وجل في هذه الآيات المكية يتوعد قريش الذين لم يعود يقول لهم إن أخرجتم محمدًا صلى الله عليه وسلم من مكة فسيعود إليها فاتحًا وقد صدق الله نبيه الوعد فعاد إلى مكة فاتحًا وأذلَّ صناديد قريش بعد جولاتٍ وصولاتٍ ومعارك خارج مكة قال الله سبحانه وتعالى ذلك أي النصر وإهلاك الظالمين ونصر الله عز وجل لمؤمنين ليس لكل أحد لمن خاف مقامي أي لمن خاف مقام الله عز وجل بين يدي يوم القيامة وخشي وعيده وخاف وعيد أي من صدق بوعدي وآمن بوعدي ولا يستيئس أبداً بنصر الله سبحانه وتعالى فإن وعد الله لا يتخلَّ ولو تأخر فإنه بسبب من؟ بسبب الأتباع ثم قال الله عز وجل واستفتحوا من الذي استفتح؟ الرسل أي استنصرت الرسل دعت الرسل على قومها هذا القول الأول قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة ففاعلوا الاستفتاح من؟ الرسل القول الثاني قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أي استفتحت الأمم على نفسها يعني دعت على نفسها كما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم إذن القول الأول إما أن تكون الرسل هي التي استفتحت أي دعت على قومها أو تكون الأقوام هي التي استفتحت واستعجلت العذاب إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح طيب أيهما أصح يا أخواني أحسنتم هذا كذلك من قبيل اختلاف التنوع فالقول الأول صحيح كما القول الثاني صحيح وخاب كل جبار أي متجبر في نفسه معاند للحق كما قال سبحانه ألقي في جهنم كل كفار عنيد من ناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقيه في العذاب الشديد وفي الحديث أنه يؤتى بجهنم يوم القيامة فتنادي الخلائق فتقول إني وكلت بكل جبار عنيد بكل جبار عنيد وقيل إن الجبار والعنيد في الآية بمعنى واحد وإن كان اللفظ مختلفا فكل متباعد عن الحق جبار وعنيد أي متكبر من ورائه جهنم وراء هنا بمعنى أمام أي من أمامه جهنم كما قال الله سبحانه وتعالى وكان وراءهم ملك أي أمامهم فوراء هنا من ذوات الأضداد فوراء هنا من ذوات الأضداد والذي يحكم معناها السياق إذن من ورائه جهنم أي من أمامه جهنم فوراء يقول الأزهر تكون بمعنى خلف وبمعنى أمام ابن عطية رحمه الله في تفسيره يرى أن وراء هنا على بابها وأن المعنى وأن المعنى هو ما يأتي بعد في الزمان يقول ابن عطية إن وراء هنا على بابها لكن المراد بها أن وراء هو ما يأتي بعد من الزمان هل هناك فرق بين القولين الخلاف لفظي لا فرق في المعنى في المؤدى لا فرق بين قول ابن عطية سواء قلنا إن وراء هنا بمعنى على معناها الحقيقي أو بمعنى أمام ثم قال الله سبحانه وتعالى من ورائه جهنم وجهنم من أسماء النار ولها عدة أسماء النار وجهنم والحطمة وغيرها ويسقى من ماء صديد أي في النار ليس له شراب إلا من حميم أو غساق فالحميم هو في غاية الحرارة والغساق هو في غاية البرودة والنتن قال مجاهد الصديد من القيح والدم أعاذنا الله وإياكم من نار جهنم وقال قتادة الصديد هو ما يسيل من لحم الكافر وجلده أي أن ما يسيل من صديده هو شرابه نسأل الله العافية وفي رواية أن الصديد ما يخرج من جوف الكافر قد خالت قد خالط القيح والدم نسأل الله العافية والشاهد يا أخواني أن الله تبارك وتعالى توعد كل جبار عنيد بجهنم وبيَّن أن سُقياه من ماء صديد يتجرَّعه أن يشربه قهرًا وقسرًا كما قال تعالى ولا يكاد يُسيئه يتجرَّعه ولا يكاد يُسيئه لسوء لونه وطعمه وريحه وحرارته وبرودته ويأتيه الموت من كل مكان أن يألم في جميع بدنه وجوارحه وأعضاءه فسبحان الله يا أخواني أعاذنا الله وإياكم من النار قد جُمِع لأهل النار نسأل الله العافية بين حرارة الخارج والداخل النار من حوله فإذا أراد شيئًا يُبرِده يُبرِد جوفه الذي يتلظَّى بالنار يُسقى بماذا؟ بالحميم يا أخواني بالحميم الذي يشوي وجهه فجمع الله له بين حرارة الداخل والخارج ولذلك قال الله ويأتيه الموت من كل مكان أسباب أسباب الموت كلها منعقدة أن لو كان قد كُتِب عليه الموت لمات لكن الله تبارك وتعالى لم يكتُب لأهل النار الموت كما قال سبحانه لا يُقضى عليهم فيموتوا ولا يُخفَّف عنهم من عذابها ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت أي ليس من هذه الأنواع أو من هذا العذاب إلا وهو مُميت لكن لا يموت ثم قال الله سبحانه وتعالى ومن ورائه عذاب غليظ أي ولهم بعد هذه الحال عذاب آخر غليظ أي مؤلم صع شديد أغلظ من الذي قبله وأمر كما قال الله سبحانه وتعالى عن شجرة الزقوم إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوب من حميم ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم فأخبر سبحانه وتعالى أنهم تارة يكونون في أكل زقوم وتارة في شرب حميم وتارة يردون إلى الجحيم عياذا بالله من ذلك قال الله عز وجل هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم من آن إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاء المهاء هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج إلى غير ذلك من الآيات التي بيّنت ونوّعت وبيّنت أنواع العذاب التي يتعرّض لها الكافر مما لا يحصيه إلا الله عز وجل وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى ثم قال الله سبحانه وتعالى مثل الذين كفروا بربهم أي هؤلاء الذين تقدم مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ضرب الله هذه الآية مثلا لأعمال الكفار في أنه يمحقها كما تمحق الريح الشديدة الرماد في اليوم العاصف والعصف شدة الريح فذهبت أعمالهم ذهابا سريعا عنها لا يستطيعون حتى إدراكها في وقت هم من أحوج الناس إلى هذه الأعمال في يوم عاصف أي ذي ريح عصيفة أو ذي ريح عاصفة قوية كما قال سبحانه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور وقال سبحانه مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كما ذي ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلم أنفسهم أنفسهم فأهلكت إذن يبين الله عز وجل في هذه الآية أن أعمال الكفار التي عملوها ستذهب في وقت هم من أحوج الناس إليه وجاء في الحديث الصحيح ابن جدعان كان في الجاهلية ابن جدعان كان في الجاهلية يصلوا الرحم ويطعم المسكين فهل ذلك نافعه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنه لم يقل يوم رب اغفل خطيئة يوم الدين ثم قال الله سبحانه وتعالى ذلك أي سعيهم وعملهم على غير أساس ولا استقامة هو الضلال البعيد حين فقدوا توابها ورجاءها ولذلك الكافر يا أخواني له الدنيا وأما الآخرة فللمؤمن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء نسأل الله سبحانه وتعالى بأسماءه الحسنى وصفاته العلاء يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا إنه هو العليم الحكيم وبهذا نكون قد انتهينا من المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة إبراهيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخل في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا للمشاهدة